وراء كل خلافات عائلية طلاق فعلي أو عاطفي فشل دراسي متاعب في العمل يسهل تشخيص خلل في التواصل وللتواصل الجيد يعود الفضل في حياة زوجية هانئة بنية أسرية متماسكة ومصار مهني مستقر هكذا تحدث العارفون بخبايا النفس البشرية التواصل كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في ميزان العلاقات الإنسانية تشكل الوعي بها شيئا فشيئا وتتفاوت درجات الممارسة والبداية بالكيان الأسرية كاين العائلات لديهم التواصل مسألة عادية كاين العائلات لديهم التواصل ما كاينش خاصة بالنسبة للأب عدد العائلات عندهم الأب ما موجودش الأب مكلف بمسائل اللي يالو على برا هاتش اللي كان ده هاتش اللي يتغير والأم اللي كانت التواصل أكتر في الوقت اللي البلاصة للأب والبلاصة للأم مهمين كل واحد في البلاصة ديالو عن أهمية التواصل الممدودة جسوره بشكل متواصل بين الأباء وأطفالهم يشدد أخصائي علم النفس والمستشارون التربويون الذين يروجون لمفهوم تربية النشأ على التواصل ومنذ سن مبكرة للغاية تربية تثمر استقرار وتوازن الذات وبالتالي علاقات جيدة مع الغير من خلال التواصل باش الطفل كي تمكن باش يأكد الشخصيّة ديالو باش يحس بانهو شخص بحل الاخرين تهوى كي ممكن عنده كلماته تهوى عنده النقد تهوى عنده فكرة لي خستو يدافع عليها لون كي يقول له عنده مكانة في الهائلة مكانة في المجتمع وما يمكن لي وصل لدك شيء إلا من خلال النمو في تواصل مع الناس اللي حيطين به بمعنى أنه إلا ما كانش دك شيء كي يقوللي الشخصيّة ديالو نقصة ولا بعض المكونات الشخصية دياله تكون ماشية هذه الشي اللي كيخليه من بعد كيقضي يعيش مشاكيل في الشخصية دياله لما كتخليش يكون في علاقته مع الآخرين من كيولي راشيد ومسؤول كيحسبين نقصان في الشخصية دياله كتخليش يقضي يعيش في المجتمع ويتحارب مع الحياة من التواصل الاجتماعي إلى التواصل في الحقل السياسي بضعف وأحيانا إن عدم فعل تواصلي مع المواطن يفسر سوء العلاقة مع الإدارة وعدد من المؤسسات العمومية ويعزى حال العزوف عن النشاط السياسي بمختلف تجلياتها المعطيات نفسها تبرر لجوء الشباب إلى جدران الافتراضي لتتواصل مع بعضها البعض وتبعث رسائلها إلى من يهمه الأمر نحن ندل المقارنة في المغرب ما بين التواصل في العالم الواقعي بين المزدوجتين والتواصل ديال المغربة في العالم الافتراضي كنعرف الخصاص اللي كيحسبو به في التواصل الواقعي وليدير كي يلجأون إلى هذا العالم الافتراضي ويتم بوحد شكل يعني أحيانا مختلف بشكل كبير أو جدري على ما يجري في الواقع كنلاحظوا واحد النوع ديال الحرية في اللغة في الأسلوب في اختيار المواضيع إلى أخيره شيء لم يكن القاوش في العالم الافتراضي معنى أنه المغربة بغني التواصل عندهم بطبيعة حال كسائر الشعب القدرة على التواصل أحيانا ما يكن القاوش الفضاءات اللي يضمنوا فيها التواصل اللي غد يحقق الأهداف المرجوة من هذه القدرة وهذه القيمة نمتلك القدرة على التواصل ونعي قيمة هذه القيمة لكن الحاجة تبقى مسة لتأهيل الراشدين على تواصل جيد وتربية النشئ على أسس التواصل السليم ولأن مشوارا طويلا شاقا كهذا يبدأ بخطوة فالخطوة الأولى هي أن تتعدد مواعيدنا مع التواصل في موضوع التواصل موسيقى